الفيلا التي ألهمت صاحب كتاب مغامرات بينوكيو معروضة للبيع في إيطاليا بسعر 10.5 ملايين يورو وهو سعر بعيد كل البعد عن مجغل النجار المتواضع الذي ولدت فيه هذه الدمية المتحركة الشهيرة كما جاء في الكتاب الفيلا البالغة مساحتها 3000 متر مربع والمحاطة بحديقة من 3 هكتارات تقع في سيستو فيورنتينو في ضاحية فلورنسا في توسكانا وتضم حقل المعجزات الشهير حيث يدعي بستاني أنه وجد كنزا وهي قصة نجدها في مغامرات بينوكيو نحن في قلب القصة التي كتبها كارلو لورنزيني المعروف أكثر تحت اسم كارلو كولودي وكان كارلو وشقيقه باولو يقيمان بالقرب من هنا شقيق كارلو كان مدير مشغل جينوري الواقع على بعد 50 مترا من الفيلا وثمت إشارات أخرى نراها في مغامرات بينوكيو مثل مطعم جامبيرو روسو الواقع على أقل من 100 مترا من الفيلا في الوقت الراهن قللون جدا هم محبو بينوكيو الذين يزورون الفيلا ويكاد الزوار يقتصرون على مجموعات تلميذ وتروي القصة مغامرات الدمية المتحركة الصغيرة التي صنعها النجار جيبيتو ويطول أنف بينوكيو في كل مرة يكذب فيها وتتحول أذناه إلى أذني حمار عندما لا يدرس في المدرسة ولكن بعد مغامرات كثيرة يتحول إلى صبي حقيقي ترجمة نانسي قنقر